القناعة غنى وعز بالله وفي الحديث ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى في كل صباح ما قل وكفى نعم خير مما كثر ألهى الحديث رواب الحبان وصحاو الشيخ الألباني وسعد بن ابن وقص قال لابن يوصي يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال هذا المعنى عبر عنه الإمام الشافعي فقال رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيارها ممتسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر